فليس في العشق هناك ما يقال لا قتيل لا قاتل ففي العشق يا صاحبي في العشق يا صاحبي يا صديقي يفنى العاشق والمعشوق ويغود الكلام بمناسبة يوم الشعر العالمي انطلق في المركز الثقافي العربي بحي العزيزية في مدينة حلب ملتقى الشهباء الشعري بمشاركة اكثر من 25 شاعرا من ابناء المدينة هذا الملتقى يضم 25 شاعر من ابناء مدينة حلب وهذا دليل ان حلب مدينة متجذرة في التاريخ وفي الثقافة وفي الادب وفي الفكر وهو ملتقى يقام باحتفاء بعياد اذار المجيدة وبيوم الشعر العربي المصادف الثاني والعشرين من اذار من كل عام هذا الامر اراه انا جميلا ومهما جدا للتفاعل بين الشعراء وجمهورهم ولان الشاعر يحمل دائما همومة امته عميقة لانه يعبر عن مشاعرها وعن عواطفها وفي الوقت نفسه يعبر عن ما يريد ان نكون في المستقبل يحمل همنا ويحمل ثقافتنا ويحمل مشاعرنا الشعراء المشاركين في الملتقى اكدوا على اهمية هذه الملتقيات كونها تحتضن الادباء والشعراء ما يخلق جواً ادبياً مميزاً وذلك لدور الكلمة في كل المجالات الملتقى الشعري بهالفترة قاله كثير فائدة كونه بجمعنا نحن كادباء الكلمة التعرف في الفترة قاله دور كثير كبير على كل الاصعيدة وعلى كافة المجالات كان نص شعري أو كان قصة أو كان مقال الكلمة الكتير إلى دور بهالأيام هذا الملتقى يجمع عدد من الشعراء تراوح بين 20 و25 شاعر سيلتقون مع بعضهم البعض ليتعلموا من بعضهم البعض ليستمعوا إلى بعضهم البعض ويستفيدوا من بعضهم البعض من خلال هذه الطروحات الشعرية الجميلة وهو لقاء محبة نلتقي فيه جميعاً نتبادل أطراف الحديث ونتبادل التجارب الجديدة الشعرية عسى أن نخلص إلى جماليات جديدة تؤكد رسالة الشعر العالمية أنها رسالة الحب والخير والجمال الملتقيات التي تقوم بها مديري الثقافة في حلب هي ملتقيات مهمة جداً بالنسبة لنا كشعراء هوات تفيدنا في تعميق تجربتنا الشعرية وأيضاً تفيد في إعادة الروح لمدينة حلب بشكل عام إعادة الروح، إعادة الحياة، إعادة الأمل للناس سأشارك في قصيدتين اليوم في مهرجان الشباب في مهرجان الشعر العالمي بقصيدتين اجتماعيتين لطالما كانت حلب مصدراً للأدب والشعر واليوم مع تعافي هذه المدينة العريقة تعود الكلمة لتبرز أصلتها وحضارتها اشتركوا في القناة